السلام عليكم ورحمة الله نكمل الشابتر الأول شرحنا في الجزء الماضي عن الإكو سيستم وعرفنا اي هو الإكو سيستم تأودو هنبدأ إن شاء الله هاو تو دو إت يعني هاو تو انستول فروم المستريشن اللي احنا قلنا ايه قلنا اسمه طيب هاو تو انستول إت أنا بصراحة مش ها انستول تاني ده لان احنا عملنا قبل كده ها اعملنا في version 13 ها بروفايد خطرتك باللينك الموضوع بسيط انا بس همور عليه مرور سريع وهنشرحه بشكل سريع بحيس ان برضو اللي قابلته مشكلة هو بانستول بتاع 13 ان شاء الله يحاول يتجنبها في الانستوريشن زي ما تحركه احنا بانستطب بنشتغل على ودو 17 هنستطب 17 بيقولك اول حاجة بيقولك run the following command سوى update بتسطب مجموعات مجموعات من الـ 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 و الـ 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 ويقول لك نزلها ده صورة dbkg عشان تقدى t-i install a فانت كده بتنزل ال package الخاصة بتحويل الاجتماع للPDF وبتسطبها ثم بعد ذلك لو بيقول لك عندك error في المشاكلة في ال administration ده ممكن تران ال command بعد ذلك هنسلطة بال database بتاعتنا ودو بيعتعمل على database اسمها postgreSQL فهنسلطة بالpostgreSQL من ال command ده configure postgreSQL بتعمله configuration يعني configuration مهم قوي ان انت بتعمل حاجة اسمها rule فانت بتكرت هنا rule بتقول sudo dash u postgres create user واخد superuser rule who am i ده command في linux علشانك تعمل rule باسم اليوزر بتاعك فمسلا انا اسمي انا لو دخلت على على ال terminal وكتبت على مهم قوي هقول لي انت حازم بيتبع بين النام من حازم قاية حازم ماس اي تمام؟ ده اسم الكاز بتاعي وده حازم اللي شغل عليه تمام؟ هو هنا بيقرية rule باسم حازم تمام؟ وبيتدله access write superuser ماشي؟ طيب configure get بعد كده يقول لك لازم حركة تنازل لget فبتعمل الget config-global vision name بتحط اسمك واميلك في الget بعد كده بتعمل directory جديد بتفتح directory جديد بتكلون get clone-b 14.0 احنا بتنزل الاخر واحد اللي هو اسمه 17 او اظن اسمه 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 ايه؟ اهو get ده اودو ده 16 ده اخر اخر حاجة احنا بنزل المستر المستر اللي هو سوري 16 مش اخر حاجة المستر هو اخر حاجة الوهو 17 ماشي؟ طيب فهنا بدل ال 14.0 حكا تكتب master او حركة نزل النسخ اللي حكا تنزلها يعني فيه حد اقترح عليها لا اشرح 16 ينزل هو 16 تقريبا كله متقارب بشكل كبير يعني dash dash single branch عشان ينزل بس branch 16 او master منزلش كل البرانشات dash dash depth 1 ده معناه ان هو ما ينزلش كل comment history تمام؟ يعني طبعا انصح حضراتكم ان تاخد كورس get سريع الget اصلا بسيط اظن ساعتين ثلاثة ممكن تلاقي كورس كويس على الget بعد كده منين تنزل الريبوزيطور ده من المكان الget hub.com slash udo مهم جدا تستخدم virtual inf لان انت لو اخراج زحالاتي بتستخدم اكتر من اوضو بتسطب على نفس الجهاز الدنيا بتضرب عندك يعني انا مثلا عندي اوضو متسطب من اوضو تمانية عندك من اوضو تمانية ل اوضو عشرة بيحتاج python 2.7 وعندك من اوضو عشرة ل اوضو اربعتاشر اظن اوضو بايثون 3.5 او الحد 15 من 15 و 16 لازم بايثون 3.8 جه 17 محتاج بايثون 3.10 هوري حراركة الوقت فدي كانت ان لو انا مش مستخدم virtual inf الدنيا دي هتعجن في بعض وتبقى كلها ايه تتعمل لي مشاكل فلازم تستخدم virtual inf انا بلحاجة زي تستخدم بتكاريت .mv-env بتكاريت virtual inf اسمها 14 وبات ايه وبات اكتيفيت virtual inf دي تمام برضو انصر خضراتكو لو تشوف فيديو سريع عن version inf تمام بيقولك ان store python in virtual inf لازم تستطب لانه دلوقتي عندك بايثون الموجود في user slash pin ماشي وعندك virtual inf بتاعتك الموجودة في slash v-env 14 تمام احنا عايزين نصطب الـ dependances دي للvirtual inf دي فقط مش عايزين نصطبها للبايثون بتاعك كله تمام فبتخش جوه virtual inf بتاعتك وبتعمل الكومانده pip-3 install-r requirement.text ايه هو requirement.text لما حيك بتنزل بتعمل كلون بتسحب كلون يعني للكود بتاعودو بينزل معاه الفايل ده requirement.text requirement.text ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة packages بتستخدمها والاودو بيستخدمها هنا بابل 2.9 a 1 charlet 400 cryptography 348 ده اللي هو رقم الـ version بتاع الايه؟ بتاع package كويس كويس بعد كده بيقولك خلاص هنبدأ نبدأ الاودو بتاعك بتكريد database انا هنا عمل comment بيقولك لازم تكون اعمل لوجين بتاعك باليوزر بوستجري مش باليوزر بتاعك تمام؟ بايتون 3 ادو بند لحد هنا تعال نجرب بقى واحدة واحدة من اول هنا تنفذ الـ command ده تنفذوا وانت فاتح الملف الملف ودو 17 ماجي؟ خلينا ننفذوا عشان اولين بيس حركوا فكرة الـ virtual inf دي مهمة ازاي؟ انا عندي python 3 dash dash version هيديني cam 3.8 طب انا عايز اشغل ودو على 3.10 ودو 17 بيستخدم فده لو عملت python python 3 لأودو dash bin هيقول لي ايه؟ بص outdated python version detected اودو requires python اكبر من او يساوي 3.10 ماشي؟ طيب فانا صلح دي عملت ايه python 3.10 ماشي؟ طيب كده قام الاود اهو طالع عليك كده وقال لك running on حازم item 69 ده كده اودو بيشغال على ايه؟ على ده تمام؟ خلينا بس نكمل الـ command واحدة واحدة حان ما نستطبخش الاحديث داش دي اودو داش تست يعني كريتلي داتاباس جيد اسمها اودو داش تست داش اي بيز وعملي انستوريشن للموديول اسم بيز داش داش ادونز باث ادونز يعني خليلي الادونز اراها من الباث الاسم ادونز وداش داش 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 فلتر على اودو تست فالترلي على الايه؟ على الداتاباس اللي اسمها filter اللي اسمها اودو تست ماشي؟ طيب زي الفول بيقولك لو انت بيقولك point 2 لو فتحت دلوقتي localhost 68 او طبعا انا بالنسبالي هنا اللي هو حازم msi هو localhost فلو فتحنا لو خدنا كده كده copy سوري انا عملت ctrl z لو خدنا كده كده copy وروحنا هنا كده هيفتح لي ايه؟ هيفتح لي البلاش لوجين خلينا webdatabase slash manager تمام مفترض نفترض delete ماشي دي كده ايه؟ اول صفحة انت بتحرك بتخش عليها لما بتخش عليها 869 لو انت معندكش database ماشي؟ طيب لو احنا كملنا بقى اللي هو كان بيقول ايه؟ كان بيقول python udo bin dash d udo test تقريبا تمام؟ لو عملت كده هيعمل ايه؟ هيكريتلي بص هنا info 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 بص دخل في udo test بيكريتلي دلوقتي database اسمها test لو انا عملت refresh كده هلاقي عندي database اسمها udo test ماشي؟ طيب dash i base بيانستول ال base ماشي؟ addons pass by default بياخد ده يعني هياخد addons الموجود هنا وهو ما عندوش database filter ما عندوش default فهيزهر لك كل ايه هيزهر لك كل ال database اسمها خلاص هيبدأ تدخل هتقدر لوجن بال ايه بال admin admin تعالي نخش ندخل بال ايه بال admin admin اهو admin admin تمام؟ يا مرخب بيك في udo 17 كويس؟ مفيش حاجة سمساطة وخالص يعني ده database فاضي خالص مفيش ايه حاجة تمام؟ طيب how it works ده يا جماعة عظمة الكتاب ده ده اللي خلاني احب الكتاب ده الكتاب ده بيدخلك في شوية تفاصيل بتفرقك عن عن ال developer التاني يعني عشان كده انا حبيت نشرح الكتاب ده ما نشرحش التاني الكتاب التاني سطح جدا ده بيدخلك في التفاصيل وانا بحب التفاصيل تمام؟ والشيطان يكمن في التفاصيل والشاطر بياكمن في التفاصيل اذا الشيطان شاطر تصدق؟ كده تفسير منطقي تفسير رياضي للشيطان شاطر طيب بيقولك احنا في استيب رقم واحد احنا عملنا several core dependances مجموعة من ال dependances اللي احنا محتاجينها زي a زي get وزي bp3 وزي wget ماشي؟ والبيسون setup tool والحاجات التانية نظر حقيقة ثم Blof نظر بعد Healing Oodoo 14 بيحتاج 0.12 5 من W勝 Azone م 2017 أو 16 بحتاج نفس النصحة لانا اظن يعني literally لانا محتاج الحديث indulgend Gomez اذا انا غير الـ WHCML من النسخة اللي اصلا بعد كده هنسطب الـ database بتاعتنا الـ postgreSQL configuration هي متسطبها بس هنحتاج نعمل لها configuration هتبقى جملة عجبتني اوي في المسؤول عن اللي بيربط ما بين الـ python والـ database الـ postgre package اسمها bsy-cobic تمام? covic2 دي المسؤولة الـ python library to connect with postgreSQL دي python library عشان توصل بالـ postgreSQL طيب بيقولك by default bsy-cobic2 tries to connect the database with the same user name as a current user on local connection عشان كده احنا عملنا هو m-i وعملنا rule اسمها حازم وعملنا rule بالـ m-i اللي هو بالنسبة لنا حازم يعني بعد كده بيكون شغال على anhy-socket أو anhy-host فهو بالنسبة لنا localhost وبيلسن من anhy-port وبيلسن على 5-4-3-2 لو انت مسطب بالdatabase بلتاتك local ماشي؟ طيب حلو جدا بعد كده وحنا بنكريت الـ rule ودناله dash dash super user هتفتكر فوق ليه؟ لازم ندلو dash dash super user علشانك يقدر يكريت database ويقدر انه super user يقدر عنده rights او صلاحيات انه هو يكري database او يكري database او يديلي database طبعا؟ طيب بيقولك لو انت عايز database user بتاعك مختلف عن system user بتاعك بتكريت rule جديدة ماشي؟ طيب ممكن طريقة مختلفة عن creation rule ممكن تستخدم بجي admin انا مسطب بجي admin وconnected بجي admin سواء ان كنت 3 او 4 مش مش فارق انا مسطب بجي admin 3 تقدر حكي تخش عليه تفتحه وتconnect server بتاعك ماشي؟ اللي هو شغال بتاعك على localhost وهنا على login rule هتضيف ادي حازم اللي احنا ضفناها من command line وانا ضفت قضو 17 مهم قوي وانت بتضيف قضو 17 وانت سين مسلا انا هعمل اول new login rule هتدخل ال login rule بتاعتك هنا هتدخل password ودخلها تاني هنا rule privilege لازم تختار super user ماشي؟ لازم تختار super user وتكمان تختار مع ال credit database والrules والstreaming replication تمام؟ ودوس اوكي فهي carry the rule فهنا بيقولك ايه بقى في الكتاب بيقولك لو انت عايز تستران في different user تقدر تعمل ده من انت ايه تكارية ال user جديد هو هنا بيقولك ازاي تكاريته تاني بس احنا كاريتناه من الايه؟ كاريتناه من ال من البيجات من عشان طريقة تانية بعد كده نيجي على البيجات ازاي ما قلت لحاكم انصحكم تشوفوا فيديو سريع ساعتين ثلاثة عن البيجات ازاي الجيت بيشتغل وكده طيب في حاجة بس مهمة انا محتاجة اقولها هنا تقدر هنا في الاود وتقدر تكود هنا الكود تقدر تتعمل ده ولود كزيب فايل هنا هتخسر ايه؟ هتخسر الابديتس بتاعتك انت متقدرش تعمل بول او تعمل تحديث للكود بتاعي انا لما عملت كلون عندي على الجهاز لده بصوا اهو انا عملت get status عشان اعرف انا اقف فين انا واقف على origin master طيب لما اعمل get pull اميني نسحب ده من شوية لما اجيسحب بص ان المتخيل هيسحب ولا مش هيسحب بص سحب حاجات جديدة يعني انا تقريبا سحب ده من ساعة تقريبا بخلال ساعة الحاجات ده كلها تغيرت فانتوا متخيلين كمية الحجم التغيرات خصوصا دلوقتي لان احنا في سبعتاصر لتطلع 10 ايام فحجم الابديتس بتبقى سريع جدا وقوي جدا طيب فلو حركة نزلت zip file بتخسر الفيتشر ده ان انت هتبقى دايما واقف عند version معينة لما ما تيجي تنزل بالget تقدر انت تعمل get pull وتحدث تحدث الكود بتاعك طيب اعملنا configurate بتاعك اعملنا download اعملنا clone بيقولك احنا ليه اعملنا داش داش depth واحد عشان ناك 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 بعد كده يقولك لو انت عندك access على الانتربيز تقدر نعم تعمل نفس الفكرة ورده تقدر تكلون الانتربيز بس لو انت بتكلون انتربيز بيطلب منك الكود لو انت partner الpartner بيبقى ليهم كود او لو حقاك عارف كود بتدخل الكود وتتعمل كلون للانتربيز بعد كده هيتكلم عن virtual environment لازم يكون عندك virtual environment هي isolated python workspace انصح خاطرتك تروح تتبرج على فيديو سريع ويتكلم عن virtual environment تمام مش اشرح virtual environment احنا مش في معرض الشرح ده بس وفي الاخر زي مقطعها شرحته سريعا انا عندي كذا ودو شغال بس ما عنديش مش نفس python بيشغالهم فانا عندي كذا python فانا لازم اقول ان كل واحد بيشغال environment بتاعته بعد كده سطبنا الباكيجز اللي الموجودين في required.text ثم اخيرا اعملنا starting الانست بتاعتنا بالcommand اللي هو python 3.10 ويقولك ان نقدر نحط هنا شوية command line arguments اكتر من arguments هنا زي dash db filter علشانك نفلتر على database dash addons pass علشانك نحدد pass معينة و dash i base يعني ده كله احنا باللوجن دلوقتي احنا شغالين باليوزر الاسم ايه؟ باليوزر الاسم حازم طيب انا دلوقتي انا عايزة login او عايزة connect عايزة شغل اودو باليوزر الاسم او بالرول الاسم اودو 17 نسم كرياتو بيقولك بيقولك لازم تحدد database host و database user و database password لو محددش بالحازم او باليوزر اللي انت دخلته في الاول انا بقول له او بايثون 3.audo pen ده كده هي لوجن كمين كالرول الاسم حازم ماشي؟ طيب انا عايزة login بالرول الاسم اودو 17 غدنا نسم كرياتو فباقول له ايه بقى dash dash db underscore host او الاسمها localhost اسمها host بتساوي local host ماشي؟ dash dash db user user اسم اودو 17 ماشي؟ تعالنا كده نعمل هنا run بص هيقولك error ايه connection to server localhost port ده field because no password supplied محتاج ان انا اكون عارف الرول ده اسمه ايه فانا ايه هروح اعمل ادخل ال ايه ال password db password بتساوي اودو 17 باي كده عمل enter حلو جدا دلوقتي بقيت انا رول اللي هو ال ايه الرو المفاصل احد ممكن يقولي ايه لازمة rules لها لازمة مهم جدا ان كل rule ليه database بتاعته يعني انا لو انا كحزم بكارية rule اللي اسمها اودو تست لو انا دلوقتي عملت login كاودو 17 مش هلاقي database اسم اودو تست فدي احد الفرق ما بين rules يعني كل rule بيبقى ليه database بتاعته كويس ده كده الشرح الجزئية دي بيقولك خلاص احنا تعلمنا ازاي ندخل ودو ستارت لما تخش على 80.60 بيفتح لك ليه login page كويس مانجينج اودو سيرفر databases زيت ماناج الاتابيس نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في الفيديو القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته شكرا